اشتركوا في القناة هو عبارة عن امتحان الترم الاول مطابق لاحدث مواصفات الامتحانات اللي وصلت لنا امتحان كامل على المنهج منهج الصف الرابع الابتدائي مطابق لاحدث مواصفات اللي وصلت لنا لحد الوقتي هنحلها مع بعض باذن الله هنحل الامتحان مع بعض احبتي لو دي اول زيارة لكم للقناة ياريت اتشرفونا بالاشتراك او سابسكرايب بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الال ولايك وشير للفيديو بتاعنا دعما لنا وتشجيعا على المزيد من الفيديوهات وياريت تستمروا معنا لنهاية الفيديو علشان نستفيد اقصى استفادة من الاسئلة اللي هنحلها مع بعض تعالوا مع بعض نشوف اول سؤال عندنا listen and write t true or if false هنستمع لكل جملة من الجمل دي تمام من خلال نص الاستماع بتاعنا اللي هنستمع اليه كل جملة من الجمل دي هنقرر اذا كانت true هنحط t لو هي صحيحة وهنحط if لو هي خاطئة اوكي هنستمع اليه التكست اللي هنستمع اليه دلوقتي ومن خلال الاستماع هنحاول نقرأ الجمل تاني كل جملة من دول ونشوفها هل هي مطابقة للتيكست اللي هنسمعه ولا لا تعالوا نسمع مع بعض نص الاستماع the crocodile is huge the spider is scary spiders are very helpful they eat insects farmers like spiders snakes and crocodiles are dangerous but they do a very important job they eat insects birds and lizards تعالوا نشوف السؤال الاول مع بعض the crocodile is huge طبعا الجملة دي true الكروكوديل اللي هو التمساح ضخم يبقى true spiders are very helpful هل اللي وردت في التكست ان ال spiders اللي هي العناكب تكون مفيدة جدا طبعا true وردت في النص snakes and crocodiles are safe لا safe يعني ايه آمنة snakes السعابين والتمسيح تكون حيوانات آمنة لا طبعا دي حيوانات خطيرة dangerous safe هنا معناها آمنة ياريت نحفظ الكلمات دي يا شباب safe بمعنى آمن الكروكوديلز ايت انسيكتز بيردس ان دي لزرز الكروكوديلز التمسيح بتأكل الانسيكتز اللي هي الحشرات والطيور والليزرز اللي هي السحالي طبعا الكلام ده مظبوط يبقى true ورد في القطعة بتاعتنا السؤال التاني عندنا هو قطعة وجايب لي فيها تلت فراغات ومن خلال التلت فراغات دول لازم نملأهم بتلت كلمات من الاربع كلمات اللي فوق يعني هو مزود لي كلمة علشان يزود صعوبة السؤال فهو حاطت لي كلمة زيادة people need oxygen so we can breathe الناس بتحتاج الأكسجين لذلك احنا نستطيع ان نتنفس in our cities في مدننا the air is space الair بيكون ايه بقى في المدن the air is يلا نفكر كده مع بعض ممتزين سامح حد شاطر بيقول polluted polluted يعني ايه بقى ممتزين ملوث polluted يعني ملوث الهواء يكون ملوث طبعا النقط دي هي تابعة برضو تابعة النقط اللي هي قبلها because of factories بسبب المصانع and cars والسيارات there is a lot of space dioxide في عندنا ايه اللي ينفع هنا مع ال dioxide ممتزين سامح حد بيقول carbon dioxide معناها in the air في الهواء the plant النبات space need carbon dioxide the plant ايه بقى cells برافو عليكم اللي هي خلايا النبات cells هنا معناها خلايا خلايا النبات بتحتاج ايه برافو عليكم اللي هو السباك برامر يعني ايه السباك مالو البرامر تمام سامح حد شاطر بيقول انه هو ايه connect the pipes and faucets طبعا هي رقم ايه هو بيوصل ايه المواسير والحنفيات تمام رقم ايه a builder البنة بيعمل البنة ممتزين البنة makes the walls strong and safe اللي هي رقم d يبقى رقم 2 مع رقم d بيصنع الحوائط قوية وامنة a mail carrier ساعة البريد a mail carrier بيعمل ايه ساعة البريد ممتزين delivers your letters and packages بيوصل الخطابات والعبوات a bus driver اللي هو سائق اللي توليس بيعمل ايه ممتزين بياخدنا takes you to school يأخذك الى المدرسة اللي هي رقم d تمام لو عايز توصل طبعا ياريت لو هنوصل ما فيش مشاكل توصيل يعني بس اما حاجة نكتب اللتر بتاع اللي احنا اخترناه قدام كله كلمة من الكلمات طيب السؤال الرابع عندنا هو قطعة وعليها بعض الاسئلة نقرأ مع بعض القطعة ونحاول نجاوب على الاسئلة هرجادة الغردقة is a big city هي مدينة كبيرة it's in the east of Egypt إنها في شرق مصر on the red sea على البحر الاحمر in هرجادة في الغردقة there is a beach you got shot and there are lots of interesting things to do ويوجد الكثير من lots of يعني كثير من الأشياء الشيقة أو الممتعة interesting يعني شيقة أو الممتعة to do لتعملها there is also the Sahara Desert يوجد أيضا اللي هي Sahara Desert سحراء الكبرى where lots of tourists حيثوا where هنا معناها حيثوا مش أين حيثوا الكثير من السياح بيذهبوا في رحلات safari go on safaris we have we have ساحل حشيش موجود في جنوب الغردقة إنه به بعض المنازل الجميلة وبزارات شيقة أو ممتعة سؤال الأول ممتازين وردت في القطعة في شرق مصر موجودة معدها على طول هل وردت هنا أن هرجادة مدينة كبيرة؟ لا طبعا هرجادة مدينة كبيرة يبقى نقول أين يكون ساحل حشيش؟ تعالوا نشوف كده ساحل حشيش إنه في جنوب الغردقة السؤال اللي بعد كده الخامس عندنا سؤال ترتيب الجملة الجملة متلخبطة ومحتاجين نرتبها الكثير من الكثير هنبدأ بها طبعا عشان هي اللي تحتها خط الكثير من الناس يبقى مينة برافو عليكم ما لهم بقى؟ الفعل اللي بيعملوه بقى يعملون فين؟ نشوف مع بعض الكثير من الناس يعملوا في الفنادق لطباق نازم نجيب الفعل اللي بيعملوه يساعدوا يساعدوا مين بقى؟ people sick ولا sick people؟ ممتازين لازم يجيب الصفة الأول ثم الموصوف أو للناس العينين أو الناس المرضى يبقى sick people لازم الصفة تيجي قبل الموصوف يبقى sick people drivers drivers اللي هم السائقون بيعملوا ايه الفعل اللي بيعملوه؟ برافو عليكم deliver سامح حد شاطر بيقولك deliver بيوصلوا طب بيوصلوا ايه؟ الطعام the food منين لفين بقى؟ from the farm to their markets من المزرعة الى السوق اهي الجملة اهي drivers deliver the food from the farm to the markets السؤال السادس عندنا punctuate the following عندي جملتين جملة one والجملة two المطلوب ان انا ارقم الجملتين دول او اصحح علامات الترقيم اللي موجودة عندي اول جملة فيهم كل جملة فيها خطائين نخلي بالكم اول جملة فيهم فيها w في بداية الجملة طبعا المفروض انها تتكبر لان اي حرف في بداية اي جملة لازم يتكبر اي حرف small في بداية اي جملة لازم يتكبر ويصبح يبقى ال w هنا هنكبرها طب ونمشي شوية كده ايوان مفروض نقفل الجملة بنقطة ولا ب كويستشان مارك علامة استفهام بيقول لي where do you live اين انت تعيش اين يبقى ده سؤال يبقى حط يبقى هنا ال w والكويستشان مارك في اول جملة الجملة التانية اي لاف ماي هوم انا احبه منزلي اي الضمير اي لازم يتكبر في اي مكان في الجملة سواء نجي في الاول او في النص او في الاخر الضمير اي انا لازم يتكبر يصبح كابتل تمام دي اول حاجة اي لاف ماي هوم واقفل الجملة بقى بايه بنقطة براف عليكو او فالوستوب لان الجملة دي جملة خبرية يبقى اي وحطيت الفالوستوب رأيت بارا جراف السؤال الاخير عندنا من 18 كلمة نكتب بارا جراف من 18 كان كلمة عن the digestive system عن الجهاز الهضمي جايب لي mouth جايب لي stomach جايب لي esophagus esophagus اللي هو المريء او قصبة المريء اللي هو بيوصل الاكل من الفم للايه للمعدة طيب تعالوا نقول كده ااا 18 هنقول حوالي 3 جمل عليها كل كلمة من دول هنعمل عليها جملة تمام تعالوا تشوف كده البراغراف المقترح اا طبعا علشان اكتب بارا جراف محترم لازم ابدأ كل جملة بحرف كابيتل واختمها بنقطة دي حتة مهمة جدا لازم ابدأ بحرف كابيتل واختم بنقطة اول جملة mouth هنقول we put food in our mouth نحن نضع الطعام في فمنا في بقنا يعني او هنا طبعا جمع جمع mouth هو mouth طب we put food in our mouth then طبعا حطيت نقطة وبدأت جملة جديدة برضو بحرف كابيتل خلي بالكم then ثم the food goes down the او the esophagus يعني الطعام بينزل الى down بينزل عبر the esophagus اللي هو المريء او قصبة المريء it arrives in the stomach والطعام it عيد على الطعام arrives بيصل الى stomach المعدة بيصل المعدة وهناك بيتهضم بقى في المعدة طيب بتمنى ان شاء الله ان الامتحان بتاعنا ده يكون عجبكو احبتي يا ريت لو ده اول زيارة لكم للقناة subscribe او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول لشان يوصلكم كل الانتفيكيشنز بتاعتنا والاشعارات اولا باول احبتي ما تنسوش لايك للفيديو بتاعنا وحتى القاكم في الفيديو القادم باذن الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة